في وقتٍ تتوارد فيه الأنباء بشأن تحقيق أوكرانيا اختراقاً للخط الدفاعي الرئيسي لروسيا للمرة الأولى في جنوب شرق البلاد وتزايد آمال كييف في القدرة على البدء باستعادة مناطق كبيرة أكملت مجموعةٌ من الجنود الأوكرانيين برنامجاً تدريبياً على دبابات أبرامز الأمريكية المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الكولونيل مارتين أودونيل قال إن نحو مئتي أوكراني تدربوا على دبابات أبرامز في قاعدةٍ عسكرية للجيش الأمريكي بألمانيا وتتسلم أوكرانيا الدبابات العشر الأولى من 31 دبابة من طراز أبرامز التي وعدت بها واشنطن في منتصف سبتمبر الجهري وسط آمالٍ بأن يمنح وصول الدبابات قوات كييف الميزة التي تحتاج إليها لاختراق الدفاعات الروسية الشرسة في هجومها المضاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أشاروا إلى أن الدفعة الأولى من الدبابات التي يبلغ وزن الواحدة منها 70 طن موجودةٌ حالياً في ألمانيا وسيتم شحنها إلى أوكرانيا بمجرد الانتهاء من إجراءات التجديد والفحص النهائية في المقابل اعتبر مسؤولون أمريكيون أنه على الرغم من أن خطوة تسليم دبابات أبرامز إلى كييف تمثل نجاحاً ملموساً في الهجوم المضاد البطيء الذي تشنه أوكرانيا حتى الآن فإنه لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها اختراق كبير تعد دبابات أبرامز جزءاً من قوة مكونة من نحو 300 دبابة تعهد بها حلفاء كييف الغربيون بما في ذلك دبابات ليوبارد إثنان من إسبانيا وألمانيا ودبابات شالينجر من المملكة المتحدة ودبابات لوكلير الخفيفة من فرنسا اشتركوا في القناة